مهم جدا يمكن الالمان بعد الحرب العالمية التانية كانوا بيقولوا ازرعوا الامل قبل القمح يعني قبل ما ناكل لازم بقى فيه امل عشان المانية تقدر تقوم وقامت المانية وطلعت احنا مش اقل من المانية ومش اقل من اليابان احنا شعب عنده ارادة قوية جدا ولو المسؤول حب يشتغل حيشتغل وعشان كده يمكن انا في كلمتي قدام المجلس قلت يا جماعة ليه فيه وزير بينجح ووزير ما بينجحش لان الوزير اللي بينجح النهاردة يمكن كان فيه اشادة غير معقولة بالسيد الفريق كامل وزير كل النائب يقوم معارضة او غير وكله يقولوا السيد كامل وزير حقق فيه برنامج برنامجه الخاص بالنقل كيت وكيت وكيت وكان حاسما وكان قويلا وكان وكان وطبعا فيه وزارة تانية هي كلمة دور مهم جدا سواء تواجدوا او ما كانوش موجودين معنا الكلام نقوى على فكرة داخل داخل اجتماعات اللي كان المعنية كان فيه برضو اشادة بوزراء السابقين ويمكن كان عليهم حملات وغيره لكن تكلمهم من ناحية الفنية ناحية اداءهم المتميز في وزاراتهم اللي انا عايز اقوله طب ليه دلوقتي الدنيا منطفضة والمحافظين بينزلوا في كل حتة والدنيا واحنا عندينا امل والكهرباء ان شاء الله في امل انها ما تقطعش تاني زي ما قال السيد رئيس الوزراء وزي ما قال الدكتور محمود عصمة وزير الكهرباء ليه النهاردة الصناعة بدأت ترد انفسها عارفين ليه عشان فيه وزير قلبه على البلد ليه بننجح في مجال معين عشان فيه وزير قلبه على البلد عشان فيه وزيره خده بجد النهاردة رئيس الوزراء بدأ يجري وراء الوزراء يجري وراء المحافظين يتابع يروح يتكلم يحط خطط ده كويس بصوا ما فيش حد فينا يعني عنده موقف مسبق من اي حد لا من رئيس يعني احنا ياما انتقدنا سيد رئيس الوزراء والراجل استحمل يعني انا بشكره حقيقة على يعني ما كانش بيرد بسخافة ما كانش بيقولك لا قطعه النائف فلان او الاعلام ما كانش بيحصل حقيقة دي وديهم الحاجات كويسة بالدكتور مصدف لكن لينا ملاحظات وهو النهار دا في كلمته قال انا متقبل الملاحظات سواء جات من المعارضين او جات من اه اعضاء في اه الاحزاب السياسية الاخرى واولى مستقبل الوطن وقال رئيس المجلس ان فيه اعض ناس من مستقبل الوطن كان لهم ملاحظات في اطار الرؤية المستقبلية للبرنامج الحكومي ده كويس احنا كلنا على بعضنا عايزين ايه احنا عايزين البلد دي تقف على رجلها واحنا على ثقة وده يمكن الكلام ده تكرر اول نهر دا في الجلسة ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل كل ما يستطيع عمله لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل الازمات الرهنة والتحديات اللي بتوجينا على كافة الاتجاهات يعني عندينا حد عاوز البلد دي تقف على رجلها بس الحد دا اليد الواحدة مش هتسقف يا جماعة ما ينفعش وزيره يقعد نايم في بيته ولا يقعد يرجعلي كذا ولا يبقى شايف انحرافه الساكت ما ينفعش ما ينفعش محافظه يقفر على نفسه المكتب ترجمة نانسي قنقر